انضم لنا من روما محمد الغزو مراسل الغد يعني محمد ما طبيعة الملفات التي ستكون في يد وزيرة الخارجية الليبية والتي ستناقشها هناك نعم هذه هي الزيارة الأولى لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنكوش إلى أوروبا عموماً وإلى إيطاليا خصوصاً لأهمية الدور الإيطالي التي لعبته إيطاليا مؤخراً في ليبيا من خلال زيارات عدة قد قام بها وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو وأيضاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراقي هذه الأهمية تأتي أيضاً من اتفاقيات عدة موقعة ما بين البلدين ما بين ليبيا وإيطاليا لتنفيذ عدة اتفاقيات ما بين الطرفين كتدريب خفر السواحل الليبية مكافحة الهجرة دعم العملية السياسية الموجودة هناك أيضاً في ليبيا وعدة ملفات متعددة أيضاً أوجه التعاون الاقتصادي ما بين البلدين تسهيل أمور الطلاب الليبيين الراغبين بالدراسة في إيطاليا هناك عدة ملفات سوف تقوم بالبحث بها وزيرة الخارجية الليبية مع نظيرها الإيطالي هنا في روما ومن المنتظر أيضاً غداً أن يكون جلسة استماع من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي لوزيرة الخارجية حول العملية السياسية وحول الوضع في ليبيا عموماً وحول ما إذا كان هناك دور إيطالي يمكن أن تلعبه بشكل أكبر أو بشكل موسع هناك توثيق للعلاقات ما بين إيطاليا وما بين الحكومة الجديدة الموجودة حالياً في طرابلس هناك أيضاً علاقات يتم بنائها بشكل قوي ووثيق ما بين الطرفين عنوانها الجهود الدبلوماسية التي بذلها وزير الخارجية ديمايو من أجل تقوية الوجود الإيطالي على الساحة الليبية وأن تكون ليبيا بمثابة بوابة إيطاليا على إفريقيا بشكل عام أشكرك محمد الغاز ومرأس الغاز كنت معنا من روما على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر